حياءً لذكرى اليوم العالمي للبيئة نظمت جمعية الأرض الخضراء لحماية البيئة ندوة علمية تحت عنوان حماية نهر الشاري من التلوث جرت المناسبة بثانوية زيد بن ثابت بالدائرة اللاثامنة محمد حسنة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة الذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام نظمت جمعية الأرض الخضراء ندوة علمية تحت عنوان هماية نهر الشاري من التلوث وذلك في إطار أنشتة الجمعية الرامية إلى الحفاظ على البيئة والعناية بالمياه والطربة باعتبارهما مصدر الحياة للكائنات الحية نهر الشاري من الأنهر المهم في جاد لأنه يعتبر مصدر مهم وأمان للأجيال المقبلة فإن تركنا النهر بهذه الصورة وتلوثت واندسرت فإن الأجيال القادمة لا تجد شيئا هيس تخللت المناسبة مداخلة من قبل الدكتورة جمر محمد جمر والذي عشار إلى أهمية نهر الشاري في الري وزراعة الخضروات وتناول في حديثه نتائج البحوث الميدانية التي أجريت من أجل معرفة الأسباب الرئيسية لتلوث مياه النهر كما آقبه في الحديث الدكتور سليمان أحمد إصحاق والذي أشار عيدا بأن الماء هو أساس الحياة وعليه يجب حمايته بكل الوسائل المتاحة والاستفادة منه في جميع مجالات الحياة مضيفا بأنه يجب علينا إنشاء محميات طبيعية للحفاظ على البحيرات وحمايتها من الاندسار